ما هو الفرق بين الطاقة والقدرة الكهربائية؟ ولماذا تحصل فاتورة الكهربائي بوحدة الكيلو وات ساعة وليس بالوط أو الجول؟ وهل يمكن فعلاً أن تبدأ بتخفيض فاتورة الكهربائي بمجرد فهمك لهذا الفرق؟ في هذا الفيديو نوضح بشكل مبسط وعملي الفرق بين القدرة الكهربائية بالوط والطاقة الكهربائية بالكيلو وات ساعة ونشرح لماذا تعتبر وحدة الكيلو وات ساعة هي الأساس في قياس استهلاك الكهربائي المنزلي ستفهم كيف تتفاعل قدرة والزمن لإنتاج الطاقة التي تحسب عليك في الفرطورة الشهرية وستتمكن من تقدير استهلاك أي جهاز كهربائي في منزلك بدقة إذا كنت تبحث عن طريقة زكية لفهم فاتورتك الكهربائية والتحكم بها فابدأ من هنا وافهم الفرق بين الطاقة والقدرة من خلال هذا الشرح المبسط والتطبيقي تابع معنا حتى النهاية وغير نظرتك للكهربائي في بيتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم كل جهاز كهربائي في منزلك من الشاحن إلى رسالة لا يستهلك الكهرباء بطريقة عشوائية بل يتبع قواعد فيزيائية دقيقة هذه القواعد تحدد كميذ الكهرباء التي يستهلكها الجهاز ومتى وبأي سرعة وهنا يظهر مفهومان أساسيا لا غنى عنهما لفهم الكهرباء في حياتنا اليومية ألا وهي القدرة والطاقة قد تبدوان كلمتان متشابهتين ولكن الحقيقة أن بينهما فرقا جوهريا هو الذي يصنع الفارق في قيمة فاتورتك ومقدار استهلاكك وطريقة محاسبتك من شركة الكهرباء لفهم ذلك نبدأ من الأساس ما هي القدرة وما هي الطاقة وكيف يعمل الزمن كعامل حاسم بينهما الطاقة هي إمكانية إنجاز شغل وهي التي تمكن وتمكن الأجهزة من أداء عمل ما فلا يمكن إنجاز أي عمل بدون طاقة سواء كان رفع جسم أو غلي ماء أو تشريد جهاز كهربائي وتقدر الطاقة بمختلف أنواعها وصورها بوحدة الجول أما القدرة فهي معدل بدل الطاقة والتي تعني أيضا كمية الشغل المنجز في وحدة الزمن وتقدر بوحدة الجول على الثانية والتي أطلق عليها اسم الوات إذن نستطيع أن نقول أن المعادلة تربط بين القدرة والطاقة هي أن القدرة P تساوي الطاقة E مقصومة على الزمن T وممكن أن نكتبها أيضا أن الطاقة E تساوي القدرة B في الزمن T وهذه العلاقة تنطبق على جميع الأجهزة كهربائية فكل جهاز يقوم بمهمة معينة يستهلك طاقة حسب قدرته المسجلة بوحدة الوات وكلما كانت القدرة الكهربائية أعلى كلما كان أسرع في إنجاز المهمة أي أن الجهاز يستهلك الطاقة الكهربائية المتوفرة من شركة الكهرباء عبر مقبس الكهربائي في منزلك حسب قدرته الكهربائية ولتوضيح معنى هذه الجملة دعونا نستعين بالسخان الكهربائي المستخدم في تسخين الماء في المنزل يمكن تمثيل السخان الكهربائي بدائر كهربائية كما هو في الشكل الموضح هذا هو مصدر الجهد والذي نحصل عليه من مقبس الكهرباء بجهد مقداره 220 فولت ومنتصل معه مقاوم من مادة معينة معزولة يمر فيها تيار كهربائي وتتم عملية التسخيم بغمر المقاومة في الماء في عملية تحويل الطاقة الكهربائية المستهلكة من مقبس الكهرباء إلى طاقة حرارية تنتقل إلى الماء بوسط المقاومة الحرارية وإذا أردنا حساب مقدار الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 50 لتر من الماء أي ما يعادل 50 كيلو جرام تقريبا من 20 درجة مئوية إلى 80 سوف نستعين بأحد أهم القوانين التي درسناها وهو أن مقدار الطاقة اللازمة لتسخين الماء تساوي حاصل ضرب كتلة الماء M في الحرارة النوعية للماء C في فرق درجات الحرارة ΔT وبالتعويض عن كتلة الماء 50 كيلو جرام والحرارة النوعية للماء 4186 جول لكل كيلو جرام لكل درجة مئوية وفرق درجات الحرارة 80 ناقص 20 يساوي 60 درجة مئوية نحصل على أن الطاقة المطلوبة الكساوي 12.550.000 جول وهذه الطاقة اللازمة لإنجاز المهمة سواء استخدمت نار الحطا أو الغاز أو الكهرباء ونحن هنا سنستخدم الكهرباء وهنا يأتي دور القدرة الكهربائية للسخان لأنه سوف يحدد لنا سرعة إنجاز المهمة وعند التدقيق في المعلومات المسجلة على لوحة بيانات السخان وجدنا أن قدرته 2000 واط وبالعودة إلى المعادرة القدرة تساوي الطاقة مقسومة على الزمن لدينا الطاقة ولدينا قدرة الجهاز ونريد أن نحسب الزمن إذن الزمن T يساوي الطاقة E مقسومة على قدرة الجهاز B ومن هنا يكون الزمن اللازم لتسقين 50 لتر من الماء من 20 إلى 80 درجة معوية يساوي 12.558.000 جول مقسومة على 2000 واط نحصل على 6.279 ثانية أو ما يعادل ساعة وأربعين دقيقة هذا هو الزمن اللازم للسخان ليقوم بالمهمة وإن كنت مستعجلا فستقرر أن تستبدل السخان بآخر قدرة وأبع تلاف واط مثلا وهذا سينجز نفس المهمة ولكن في فترة زمنية أقل ولخسابها نقوم بنفس الخطوات ونقسم الطاقة على القدرة الجديدة نحصل على أن الزمن اللازم 3140 ثانية أي ما يعادل 50 دقيقة فقط نستنتج من هذا المثال قدرة الجهاز بالواط تحدد سرعة إنجاز المهمة وفي نفس الوقت سرعة استهلاك الطاقة أو معدل استهلاك الطاقة وخطر في بالي سؤال سأترحض عليكم وهو هل نستنتج أن السخان 4000 واط سيتسبب في رفع فاتورة الكهرباء؟ توقف الآن للحظة وفكر في الإجابة وسأوضح الإجابة في نهاية الحلقة فتابعوا معنا حتى النهاية لأن الأهم قادم الآن دعونا نوضح كيف تقوم شركة الكهرباء بتقدير استهلاك للكهرباء لنعود مرة أخرى إلى دائرة السخان الكهربائي وهنا نرى بوضوح أن الطاقة الحرارية المتولدة في المقاومة الكهربائية ناتجة من مرور التيار الكهربائي في الدائرة والتي نحصل عليها من شركة الكهرباء عبر نقطة الكهرباء في المنزل مقدار هذا التيار المستهلك يعتمد بالأساس على قدرة السخان فكلما كانت قدرة السخان أعلى كلما كانت تيار الكهربائي المستهلك كبيرا والسبب هو أن شركة الكهرباء توفر لنا جهداً بقيمة ثابتة عند 220 فولت والقدرة تساوي الجهد في التيار إذن كلما كانت قدرة الجهاز بالوضع أعلى كلما كانت تيار بالأمبير المستهلك أعلى والحلفة السابقة بعنوان سر الكهرباء المنزلية وضحت هذا الموضوع بالتفصيل وسأضع رابطها في صندوق الوصف ومن معلوماتنا في بداية الحلقة نعلم أن الطاقة تساوي حاصل ضرب القدرة في الزمن والآن نقوم بالتعويض عن القدرة بحاصل ضرب الجهد في التيار نحصل على أن الطاقة تساوي الجهد في التيار في الزمن نستنتج أن الطاقة اللازمة من تسخين الماء بواسطة السخان تساوي الجهد المتوفر في المنزل وهو 220 فولت مضروب في التيار الكهربائي المار في مقاومة السخان في الزمن اللازم لتسخين الماء والآن لدينا معادلتان للطاقة وهما الطاقة تساوي القدرة في الزمن والثانية الطاقة تساوي الجهد في التيار في الزمن من هاتين المعادلتين نستطيع أن نحدد مقدار الطاقة التي يستهلكها كل جهاز في منزلك لوحدة الجول سواء كانت مصابيح إضاءة أو مكيف هواء أو سخان الماء أو غيرها فكل جهاز سيكون مكتوب عليه الجهد الذي يعمل عليه بالفولت والقدرة بالوات وفي بعض الأجهزة يكتب الجهد بالفولت والتيار المستهلك بالأمبير وكل ما عليك هو أن تقدر الزمن الذي تستخدم فيه هذا الجهاز لمعرفة مقدار الطاقة المستهلكة بالجول ولكن هل الجول وحدة مناسب لتقدير استهلاكك للكعرباء؟ هذا التساؤل ينقلنا إلى الموضوع التالي وهو ما الذي يقيسه عداد الكعباء في منازلنا عداد الكعباء يقيس مقدار استهلاكنا للطاقة ولكن ليس بوحدة الجول لأن وحدة الجول صغيرة جدا جدا فسخان الماء خلال 50 دقيقة يستهلك طاقة مقدارها 12.558.000 جول وتخيل لو أن كل الأجهزة تعمل في منزلك ستجد أن استهلاك الطاقة لديك يصل لمليارات الجول وأكثر في الشهر وبالتأكيد سيكون الأمر مربكا وغير عملي لك ولشركة الكعرباء في تقدير سعر الجول وعليه فكرت شركة الكعرباء بفكرة زكية وهي ابتكار وحدة الطاقة أكبر فبدلا من التعامل مع الجول افترضت أنها تتعامل مع الألف جول أي ألف وط في الثانية وبالتالي ألف جول تعادل واحد كيلو وط في الثانية ولكن هذا أيضا رقم صغير جدا لتحدد بناء عليه قيمة استهلاك الطاقة وهنا تم اقتراع تحويل الثانية إلى ساعة وذلك بضرب طرفي المعادلة بـ 3600 وهكذا تم استبدال احتساب تكلفة استهلاك الطاقة بوحدة طاقة ملائمة وهي وحدة الكيلو وط ساعة والتي تظهر على عداد الكهرباء وفاتورة الكهرباء بالرموز KWH أي كيلو وط ساعة إذن استهلاك واحد كيلو وط ساعة يعادل 3.600.000 جول وهكذا أصبحت وحدة كيلو وط ساعة هي وحدة قياس استهلاك الطاقة المؤتمدة في كل شركات الكهرباء في العالم وفي كل دولة يتم تقدير سعر الكيلو وط ساعة باعتبار تكلفة الإنتاج وتكلفة تبديدات شبكات الإنتاج وتكلفة المحولات والصيانة الدورية وغيرها نأتي الآن إلى العلاقة بين الشركة والمستهلك وهنا بيت القصيد في علاقة شركة الكهرباء بالمستهلك شركة الكهرباء لا تبيع لك وطا ولا تبيع لك جولا إنها توفر لك شيئا أساسيا جدا الجهد الكهربائي الفوت تخيل أن شركة الكهرباء هي بمثابة خزان ماء ضخم يقع على ارتفاع شاهر يمثل الجهد الكهرباء الثابت الذي توفره لك في المنزل مثل 220 فولت أو 110 فولت حسب البلد هذا الخزان جاهز دائما لدفع الماء أي التيار الكهرباء إلى منزلك أنت كمستهلك عندما تخوم بتوصيل جهاز كهربائي وتشغيله مثل مصباح أو ثلاج أو غلاية ناء أو سخان كهربائي أو مكيف هواء فإن هذا الجهاز يسحب تيارا كهربائيا بالأمبير من الخزان الكبير لشركة الكهرباء وكل جهاز مصمم لسحب كنية معينة من التيار حسب قدرته عند الجهد المتاح وذلك ليؤدي وزيفته إذن ما الذي تدفعه؟ أنت لا تدفع مقابل وجود الجهد في الأسلاك بل تدفع مقابل التيار الذي تسحبه على مدار فترة زمنية معينة وعندما يتدفق هذا التيار تحت تأثير الجهد يتم إنتاج القدرة الكهربائية الوات والقدرة هذه عندما تستخدم على مدار الزمن تتحول إلى طاقة بوحدة الكيلو وات ساعة هذه هي المعادلة التي تحدد استهلاكا للطاقة الطاقة بوحدة الكيلو وات ساعة تساوي القدرة بالوات مقسومة على ألف في الزمن بالساعات وتم القسمة على ألف حتى نحول الوات إلى كيلو وات ويمكن أن نكتب نفس المعادلة بدلالة الجهد والتيار المستهلك بالصورة الموضحة الطاقة بالكيلو وات ساعة تساوي الجهد في التيار مقسومة على ألف ضرب الزمن بالساعات إذن ما يحدد استهلاكك للكهرباء هو مقدار التيار الذي تسحبه أجهزتك في الفترة الزمنية التي تعمل فيها هذه الأجهزة ووظيفة العداد هي رصد مقدار التيار الكهرباء المسكوب خلال الزمن ويتم تجميع هذه القيم طوال الشهر نستنتج من ذلك أن استخدام السخان 4000 وات لن يتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء لديك لأنه بالرغم من أن قدرته الأعلى واستهلاكه للتيار أكبر ولكن على فترة زمنية أقل بالمقارة مع السخان 2000 وات الذي يستهلك تيارا أقل ولكن لفترة زمنية أكبر إذن الحصول على سخان دو وات أقل لن يخفض الاستهلاك لأن الطاقة المطلوبة لتسخين الماء من 20 إلى 80 ثابتة سواء استخدمت سخان 2000 وات أو 4000 وات والطريقة الصحيحة لخفض الاستهلاك هي تسخين الماء إلى 60 درجة مئوية بدلا من 80 درجة مئوية وسأترك لك عزيز المشاهد مهمة حساب الطاقة اللازمة في هذه الحالة والآن بعد أن فهمنا ما هي الكيلو وات ساعة دعونا نرى كيف تؤثر بشكل مباشر على حياتنا وفواتيرين إنها ليست مجرد رخم على وراء بل هي انعكاس مباشر لعاداتنا واختياراتنا لنفترض أن سخان الماء لديك يعمل بقدرة 2000 وات وعادة ما تقوم بتشغيله لمدة 5 ساعات يوميا ولتقدير الاستهلاك في الشهر نستخدم معادلتنا وهي الطاقة المستهلكة بوحدة الكيلو وات ساعة تساوي 2000 وات مقصومة على 1000 ضرب 5 ساعات يوميا في 30 يوم وهذا يساوي 300 كيلو وات ساعة وإذا كانت شركة الكهرباء تفرد ما يعادل ربع دولار لكل كيلو وات ساعة فإن التكلفة ستكون 300 كيلو وات ساعة في ربع دولار أي ما يعادل 75 دولار ويمكن حساب تكلفة استهلاك الكهرباء لأي جهاز في المنزل من معرفتك لقدرته الكهربائية التي تكتب بوضوح لكل جهاز وكلما زاد عدد الأجهزة المستخدمة وكلما طالت مدة استخدامها زاد استهلاكها من الكيلو وات ساعة وبالتالي ارتفعت فتورتك لنفترض أن لديك مصباحا كهربائيا قديما بقوة 100 وات يترك مضاءا لمدة 10 ساعات متواصلة هذا يستهلك 1 كيلو وات ساعة تخيل لو أن لديك 20 مصباحا في منزلك هذا يمكن أن يضيف 100 كيلو وات ساعة إلى فتورتك الشهرية كذلك أجهزة التلفاز وأجهزة الرسيفر وأجهزة ألعاب الفيديو تستهلك طاقة حتى عندما تكون توقفا في وضع الاستعداد هذه الأجهزة يمكن أن تستهلك ما يصل إلى 55 كيلو وات ساعة شهريا معظم الأجهزة التي تعمل على مدار الساعة تستهلك كمية صغيرة من الطاقة إلا أن استهلاكها التراكم بمرور الوقت يمكن أن يؤثر على فتورت الكهرباء بشكل كبير دون أن تشعر ولا يوجد جهاز منزل يستهلك طافة أكثر من مكيف الهواء ونظام التدفئة والتهوية يمكن لوحدة تكييف الهواء أن تستهلك حوالي 3000 وات وعندما تعمل ساعات طويلة في الأيام الحارة فإنها تلتهم الكيلو وات ساعة بمعدل مخيف كيف تستفيد الأجهزة من الطاقة الكهربائية؟ تقوم الأجهزة الكهربائية بتحويل الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى من الطاقة لأداء وظائفها فمثلا المصابيح تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوية وطاقة حرارية الثلاجات والمكيفات تستخدم مواتير كهربائية لتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية لضغط غاز التبريد مما ينتج عنه تبريد سخنات الماء وأفران المكرويف والغسالة والمجففة تحول الطاقة الكهربائية بشكل أساسي إلى طاقة حرارية عن طريق مقاومة عالية تسمح بمرور تيار كهربائي كبير لتسخين العنصر وأجهز الحاسوب والتلفاز تحول الطاقة الكهربائية لطاقة ضوية وطاقة صوتية وطاقة حرارية تظهر في المكونات الداخلية أما المراوح تحول الطاقة الكهربائية لطاقة حركية لتحريك الهواء كل جهاز مصمم بطريقة معينة ليستخدم الجهد والتيار بطريقة مثلة لتحقيق وظيفته هذا التحويل لا يكون بكفاءة 100% جزء من الطاقة دائماً ما يتحول إلى حرارة مفقودة وهذا هو السبب في أن بعض الأجهزة تصبح ساخن أثناء الاستخدام إلا أن عداد الكهرباء يسجل عليك إجمال الطاقة التي تستهلك وتتحول في منزلك ملاحظة هامة في بعض الأحيان قد يخطث انخفاض الجهد عن القيمة المحددة 22 فولت بسبب كثرة الأحمال ليصبح مثلاً 180 فولت وهذا ينعكس على استهلاك الكهرباء والسبب في ذلك لأن الجهاز الذي يعمل بقدرة 1000 وط مثلاً سوف يعود النقص في الجهد باستهلاك تيار أكبر علاوة على أن ارتفاع التيار قد يتسبب في ضرر الجهاز لأن التيار العالي قد يعمل على غفع درجة حرارة أجزاء حساسة في الجهاز ويسبب في إحراقها والملاحظة الثانية أنه لا تبحث دائماً عن القدرة الأقل لتوفير الطاقة فبعض المهام تتطلب قدرة كبيرة لكي يتمكن الجهاز من إنجازها على سبيل المثال إذا أردت شراء مكيف هواء لغرفة كبيرة فإن جهاز بقدرة 1000 وط لن يستطيع إنجاز مهمة التبريد مهما انتظرت من وقت وغالباً يقوم مندوب المبيعات بتقديم النصيحة لتحديد القدرة المطلوبة من الجهاز لإنجاز المهمة المطلوبة منه وفي النهاية أتمنى عزائي المشاهدين أن تكونوا قد استفدتم من الحلقة وقدمت لكم معلومة جديدة ووضح كيف يسجل عداد الكهرباء الاستهلاك الشهري وكيف يمكن التقليل من هذا الاستهلاك وسأترك لكم في صندوق الوصف بعض الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تقليل الاستهلاك وإن أعجبتكم الحلقة لا تنسوا وضع علامة الإعجاب والاشتراك في القناة فهذا أكبر تسجيل الاستمرار ويسر أن يرد على استفساراتكم ودعليقاتكم وحتى نلتقي في حلفة أخرى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته